شهد قصر ثقافة بيبا في جنوب محافظة بنسويف أعمال تجديد شاملة أعدته لصابق عهده مرة أخرى وأبلغت أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة بيبا التي تم تنفيذها بنحو 36 مليون جنيه بعد إدراجه ضمن خطة تطوير لقصور ثقافة يد التطوير تصل إلى كل شبر على أرض مصر ولم يكن قصر ثقافة بيبا جنوب محافظة بنسويف ببعيد عن هذا التطوير حيث شهد أعمال تجديد شاملة أعادته لصابق عهده مرة أخرى القصر المقام على مبنى المساحته تزيد عن 800 متر شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة تم تنفيذها بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه بعد إدراجه ضمن خطة التطوير لقصور ثقافة القصر بيعمل بصفة مستمرة يوميا 24 ساعة بنقدم عندنا اشتركنا في سينما الشعب ودي حفلات من العشرة صباحا حتى الثانية عشرة منصف الليل وشملت أعمال التطوير تجديد المبنى بالكامل وتغيير جميع الكراسي والمقاعد وخشبة المسرح وإنشاء وحدة حماية مدنية وخزان مياه وطلمبات ضمن منظمة الحماية المدنية داخل المكان ونظام للإضاءة للمسرح بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية وأحدث أجهزة الصوت والضوء وغرفة متعددة الأنشطة ومحول للكهرباء بقدرة 500 كيلوات لتغذية المبنى بالكامل القصر كان لمدة 15 سنة معطل وتم افتتاحه بالشكل اللي انتم شايفينه النهاردة وبالتطوير الجديد اللي موجود فيه ده طبعا خدمة ثقافية ممتازة جدا بتتقدم عن طريق السينما بنقدم سينما الشعب هنا وعروض يومية موجودة في قصر ثقافة بيبة وتم الانتهاء من تلك الأعمال ليعود قصر ثقافة بيبة مرة أخرى ليمارس دوره ويقدم خدماته للمواطنين ورواده وليصبح مركزا تنوريا وثقافيا هاما حيث سيتم من خلاله عرض جميع الأفلام والعروض والمسرحيات بأسعار مناسبة وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالثقافة والفنون